السلام عليكم ان شاء الله في بعض الفيديو سوف نشرح عن بس قبل أن نفت بالسوبرت موشن بدي أحكي ملاحظة عن الجزئية هاي اللي حكيناها بأول فيديو بالدرس هاي اللي هي عبارة عن هارمونيك اكسايتشن حكيت لكم ان احنا عمنا نوعين للسليوشن كمبلومنتر وبرتكولار والكمبلومنتر حكينا هو الأصلي والبرتكولار حكينا عنه ايش اللي هو اللي بيطلع معي اف نوت على كي مقصوم على واحد ناقص ار تربيع وهي واي ستاتيك على واحد ناقص ار تربيع وحكينا الواحد ناقص ار تربيع هي الدايناميك مجنفيكاشن فاكتور طبعا حكينا هذا الامبليتود وفي مضروع الامبليتودة وهذا الانضرب في ساين وميكا بار في تي وصلنا اخر شي لها المعادلة وحكينا اذا نحل نوجد او بي حكينا من نفرض ان الو بتساوي او نوت ليس 0 ولكن هون هو حل المعادلة على اساس انه 0 وزيرو فاطلع معه طلع مع الحل كالتالي طلع مع هذا ايش الالسلووشن النهائي الريسبونس النهائي يعني لو انا بدي رسبونس وكان عندي الانشيال كونديشن 0 وزيرو بيطلع معي هذا الجواب اما لو كان بالدول الو نوت انه يو نوت بتساوي يو نوت وفي نوت بتساوي يو نوت بحكي قانون اللي كتبت لكي يعني يعني الريسبونس دائما مش هاد بيكون الا في حالة الانشيال كونديشن 0 طيب سناني جي نحكي عن شغلة كثير مهمة والتي هي انه في قانون انا ما اعطيت قدية بس انتبهت انه موجود بالكتاب انتبهت انه دكتور ماطين اياه والتي هو الريزونانس احنا حكينا عن الريزونانس من المتكون قارب تساوي واحد بس ما حكينا عن الريزونانس شو بصير عند الريزونانس انه شو بصير نوع الفيلر اذا بدأت الريزونانس عند الريزونانس اصلا وهكذا فلسا شو نساوي بدنا نحكي عن هاي المعادلة لو انا بدي ارسم لو بدي ارسم مش ارسم لو هذا البرتكولر سيليوشن بحكي لك انه انا ممكن اكتبه بطريقة ثانية و اللي هي انه اليو بتساوي مضروبة في في ثانية اوميغا بار في تي ناقص في هذا انه نفس الاشي ما بفرقوه من الافنوات هي الاستاتيك والديناميكي واحد عنها واحد بس انه زدت شغلة الفي هاي الفي اسمها فايز انجل فايز انجل ترى هي بتكون يا زيرو يا زيرو يا زيرو يا مية وثمانين يعني ما لها اي تأثير بالحل هذا يعني غات غير اشارة طيب شو قصة الاشارة بقولك لو احنا بدنا نرسم الدايناميك مغنيفكيشن فاكتور بدنا نرسم الدايناميك مغنيفكيشن فاكتور مع الار بس في حالة الان دامت انا هذا اللي بحكيه بس في حالة الان دامت فهاي الار وهي مين الدايناميك مغنيفكيشن فاكتور واللي هو عبار عن واحد على واحد ناقص ار تربيه طيب منعرف انه عند الزيرو بده تكون قيمته ايش واحد فاذا هاي واحد طيب واذا عندي الواحد تكون انفينيتي فالتالي انا الرسمي عندي كيف بتكون فلاحظ انه انا بتكون الرسمي عندي جالي زي هيك انه بتوصل الى انفينيتي وفي حالة الرجعة الرجعة كيف بتكون هيك هيك بتصير تمام تمام فهيك الرسمي بتكون عندي وعندي الواحد شو بتكون بتكون اندي الريزونانس طبعا الرسمي هي من الرسمي التجارب من التجارب يعني لا بس مش لهون بتكون نعم من التحيات لعند الزيرو هيك فكرتها كما انه نفس الاشي انه الرقام لعند الزيرو تقريبا المهم انه المهم انه اذا كانت الرقام لعند الزيرو وإذا أعلى من واحد ستكون negative ما معناها؟ معناها أنه dynamic magnification factor وممكن يكون موجب وممكن يكون سالب طيب شو الفكرة؟ الفكرة أنه أنا dynamic magnification factor لو بدينا نرجع للresponse تبعنا اللي هو هذا منلاحظ أنه إحنا ممكن يكون موجب وممكن يكون سالب طيب شو معناه هذا الحكي؟ معناه هذا الحكي أنه لما يكون positive الار أقل من واحد معناه هذا الحكي أنه إحنا الفورس بتأثر بنفس اتجاه يعني الفورس والسيستم بنشو بنفس الاتجاه يعني إذا الاثنين راحوا للمين بيكون للمين وإذا الاثنين بروحوا لليسار أما إذا كانت الار أعلى من واحد يعني الأوميجا بار أعلى من أوميجا بيكون عندي واحد رايح واحد مثلا للمين وواحد لليسار أو العكس الفورس لليسار والسيستم لليمين هاي معنا الار وعند الواحد بيكون عند الريزونانس هاي الفكرة وعشان هيك احنا شو حكينا القانون منزيد عليه سين اوميجا بار في ناقص فاي فبالتالي فاي هاي لها حالتين اما تكون 180 او تكون 0 هاي في اي حالة؟ هاي في حالة لما تكون اوميجا بار اكبر من اوميجا عشان يصير انه سالب يعني وهاي في حالة الاميجا اقل اوميجا اكبر من اوميجا بار تمام؟ هاي هي الفكرة اللي انا بحكي فيها تمام فالتالي لو بدي ارسم نفس الفكرة منحنة منحنة الار مع الفيز انجل فهي مبينة انه عند الواحد قبل الواحد بتكون لو قلناها زاوية 90 قلناها مثلا زاوية 180 لما تكون الاميجا اكبر من اوميجا بار يعني انه الار اقل من واحد فبالتالي بتكون الزاوية 90 اما اذا كانت اوميجا اكبر من اوميجا بار يكون مية وثمانين تكون هاي الرسمي فهي هي رسمة الفيز انجل فهذا اللي انا بدي احكي فيه وسهل ستعمليني نيجي لهذا الشيء المهم انه شو الرسبونس في حالة الرزونانس ممنوع ليش؟ تعال شوف هذا الرسبونس لو اخذت ار بتساوي واحد المقام بصير صفر وهي واحد شو معنى ار بتساوي واحد؟ يعني الاميجا بار بتساوي اوميجا تعالي ساين اوميجا تي ناقص ساين اوميجا تي تساوي زيرو زيرو على زيرو هذا يكون ما فيش سوليوشن واحد لا اكسي تنك سوليوشن ما اناتوا شو بنا نسوي؟ بدنا نشوف المعادلة الرزونانس كيف منسوي؟ اقول لك خليلي هاي المعادلة كاملة بدلالة الار يعني كيف يعني فنوت على كي هطة ثابت ما ليش فيه مضروب فيه واحد على واحد ناقص ار تربيع مضروب فيه ساين مكان اوميجا بار خليها ار ار في تي ار في اوميجا تساوي ما ار في اوميجا بار في تي ناقص ار ساين اوميجا تي فبالتالي الباست عندي صفر والمقام عندي صفر فشو بعمل؟ بطبق مبدال وبتال لهو اني اشتقي الباست واشتقي المقام تال يو اف تي بساوي اف نوت على كي هاي ماليج فيها تركها على الجنب مضروب في ايش واحد على اشتق بالنسبة لار الاشي اللي مسبب للمشكلة تصير سالب اثنين ار مضروب فيه ار بتطلع بره فمين بطل عندي ساين كوساين اوميجا تي ناقص ساين ساين ار اوميجا تي ماقص ساين اوميجا تي فهي الفكرة عوض ار بتساوي واحد هاي بتروح وهي بتروح وهي بتروح وهي بتروح وبتصفي المعادلة عندي بشكل النهائي هي عبارة بعد ما ادخل السالب لجوله هاي يو اف تي بتساوي اف نوت على تو كي مضروب في ايش في دخلت السارب فالساين اوميجا تي بتصير موجب والكوساين اوميجا تي بتصير سارب بس مش ساين اوميجا تي هذا هو response at resonance فلو طالب مني response at resonance يعني الار بتساوي واحد بس انا ما مقدر اطبق بالرسبونس الكلي اللي احنا اخذناها لازم نعمل هذا الاشي اذا هذا الاشي لو بدي ارسمه هذا الاشي لو بدي ارسمه بطلع الاقتران تبعه او بدي ارسم هذا الاختران و اللي هو عباره عن T Pover T بار شو T بار يعني يعني انا بو اخذ الوميجا بار اثنين باع الوميجا بار مع ال y ال u of t بتصير مع الرسمة تيجي زي هيك قل بتزيد بتزيد بتقل بتزيد كل مرة بتزيد فبالتالي شو صر عندي بصر عندي هاي الرسمة تمثل انه عندي بريتل فايلر ليش بريتل فايلر ما احنا قلنا عندي الريزونانس داني متنقنفكاشن فاكتور بكون انفينيتي يعني انه انفينيتي يعني احنا منيحة الرسبونس العادة للاستاتيك بدي اضربه بانفينيتي بكون مقدار كبير فالتالي عند الريزونانس فجأة بلمح البصر لما بنى بوقع فجأة بدون اي تنبيه فهي شو بيكون عندها بيكون عندها ايش بريتل فايلر وهي الرسمي هي اشتقاق بريتل فايلر فاحنا ضروري بالانتحان لو حكى الدكتور انه اثبت لي بريتل فايلر كيف يصير انك تشتغل اشتغل تباع لوبيتال كامل اشتغل تباع لوبيتال بس هاي هي فكرة الفكرة اللي كنت احكيها قبل منفوض بالسبورت موشن قبل منفوض بالسبورت موشن دائم دائم لدينا عبارة عن اشتغل موشن يقوم بموشن هاي هي تويتر روز في حالة اشتغل موشن وفايلر خلاص موشن يقول لنا لنفعل بس كما حكى بكم في اول فيديو انه انه مرضي نبدأ بشكل مباشر بشكل مباشر نحن نحن نزل القواعد مثل ما عمله في اليابان أو نقوم بشكل مباشر ونقوم بشكل مباشر لتحديث عن بشكل مباشر فبالتالي فكرة هذه الدرس نحن نقوم بشكل مباشر وعلى K وعلى Damping وعلى K وهناك 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 فكرة هناك وعلى Y وعلى دعنا نسميها Y أعرف كيف أسمحها y سمّناها Y يتحرك الجسم يتحرك ماذا يمكن أن يجعل الجسم يتحرك؟ يعني لو رسلنا هذه الرسمة مثل هذه على فرضنا هو Fixed Board وهو Fixed Board وهو Damping تمام؟ وحكينا انها عليها Force of T طبعا هذه هي Math هذه F of T أو U of T أو Y of T بالتالي هناك قوة زلزال يسمها Y support أو U of T فالتالي لو بدي أعمل في بدي دياجرام نعرف ان احنا عنا الماس هون بدي يكون عندي كي آه هسا الواي شو الواي اللي بدي أخذها؟ الواي بتكون ريلاتف بينهم الثنتين الواي بتكون ريلاتف بينهم الثنتين يعني إذا السيستم تحرك خمسة والسببورد تحرك اثنين فالحركة الكلية الفعلية هي ثلاثة فبتكون Y ناقص Y support والسي في Y ناقص Y support وهذه الأمبارة البرنسيبل شو بيقول لي؟ بيقول لي أنه M في Y double dot بس ما يلي فيه ما يلي أنا بالسببورد وغيره مح كان الجسم نفسه فبالتالي ماذا ستساوي عندي أم Y double dot زائد K في Y ناقص Y support دعنا نسيه أول بأول C في Y dot ناقص Y dot support يساوي زيارة رتب المعادلة كيف نرتب المعادلة فبالتالي يعني خليلي زي ما تعلمنا قبل أنه ينقص Y ويقص Y تساوي ويقص Y زائد K في Y ماذا ستساوي؟ C في Y dot support زائد هذه المعادلة فإلها وإلها ماذا ستساوي فالتالي نفس الفكرة التي أخذناها قبل نفسها نحكي أن هذا الاقتران ممكن يكون اقتران هارموني كلودين يعني حسب شو الاقتران يأتي على support يمكن يكون اقتران ثابت أو تلالة الجاتبية أو الاخرية فبالتالي نفرض أن هارموني كلودين اللي هو Y في sin وميجا بار في T Y في sin وميجا بار في T Y فبالتالي لا أحكم من كل الاشتقاق فبالتالي لو بدي أحل لو بدي أحل ماذا سيكون هذا الاقتران الاختران Y أو Y support Y support هو Y sin وميجا بار في T فالY. له Y.Support بدأت تكون عندي Y بار في cos وميجا بار في T فبالتالي بعوض هذه هنا جنب الكي بعوض هذه جنب Y.Support يصبح عندي عدة اشتقاقات التي سوف نرى هذه في الكتاب ونوصل للمعادلة نهائية نوصل للمعادلة نهائية هذا الشيء الذي تحدثنا عنه وسمى U support ليس مشكلة وصل لهذه المعادلة هي شايفينها هنا K-U sin وميجا بار في T زائد C وميجا لماذا سين وميجا؟ وميجا بار طبعاً في U كوسين وميجا بار في T كما قلنا هنا C وY.Support هي Y وميجا كوسين وميجا بار في T ماذا يمكن أن هذه المعادلة تبدأ ف ف F سين وميجا بار T تبدأ ف أسلسل ف كما نريد ف أعتبر F سين وميجا بار T زائد بيتا ف ف U زائد جذر K و يوميجا تربيض ويوميجا تربيض يوميجا تربيض هي 2RZ هي 2RZ ويوميجا تربيض هي 2RZ ممكن أن نخبر بيجا تربيض 3RZ يوميجا تربيض الآن سوف نستعمل في الآن حيث سيكون في عمام فت ويقوم Ug ماذا يفعل؟ F نوات على كل يشد her التي يكون U static في ساين أوميغا بار في ت زائد β ناقص θ على جذر 1 ناقص R تربيع، وكل تربيع زائد 2R لإجابها أيضا جددا لأنه يحتاج مرتفع فبالتالي فبالتالي يقوم ب إجراء U على كل يشد her في ساين أميجا بار في تي زائل بيتا ناقص تيتاني هو ايش عمل هذا الاشي اليونوت الي هو اليوستاتيك مانا هون فرجع قسمه هون انه زي اللي بكل نشد هين بكون غرفيكاشن فاكتور عبارة عن هذا الاشي على فرض انه هو واحد عند البيك يعني تمام فوصلنا حسا حكينا عن هذا الاشي حسا بنا نحكي عن الترانس ميسيبليتي ما الذي يهمنا بالBase Isolation بدنا نشاهده في الفونديشن كم يجب أن نقول له الماء الذي ستوقفه نحن نقول له الماء كم يجب أن ننتقد هاين نسمة فهي نسبة، ما هي النسبة هاي؟ الامبليت يوت الامبليت يوت اللي ترانس ميسيبليتي هي عبارة The Amplitude على The Amplitude ما هو The Amplitude قلنا عنه U note هذه The Amplitude هي U note وما السابقة ما هو The Amplitude ما هو The Amplitude لا فلسل عمي فهو نوت ونفس الاشياء. نحن نأخذ الامبليتود هذا الامبليتود للسبورت موشن ما هو الامبليتود للأسولاتا؟ هذا هو الافتران كامل النهائي ما هو الامبليتود له؟ هذا هو هذا فبالتالي صفتت للترانس بيتي هذا القانون هذا القانون سيكون بالترس هذا والترسي لبعده فخلص احفظ هذا هو الجدر الواحد زائد اثنين رزيتا تربيع علىواحد ناقص رتربيع ليه فعليا في هذا الاشياء فهذا الانتظار في الامبليتود تمام اذا ان تحكي عن التساروء اشتاق وخبس واخر شيء نفس الاشياء الانتظار ونفر يشيئ اذا كان هناك سؤال في هاتف اكتسلرائشين او فورس نفس الاشياء تمام نتحدث عن هذا المنحنة ما هي فائدة المنحنة؟ هذا المنحن فائديته لن نصمم base isolation مثل ما تعلمنا من بداية المادلة أي منحنة نأخذه ما نفهم من هذا المنحنة؟ نفهم انه نحن كالعادة عند الرزولانس عند الرزولانس تكون عالية وعند الزيرو تقريبا واحد وبعد القيمة بعد القيمة يبدل ما يحدث؟ يقل ماذا أفهم من هذا المنحن؟ نفهم من هذا المنحن يعني إذا كان عند الرزيرو الرزيرو فالذي يأتي على المنحن معناها نفس الذي يأتي على المنحن عند الرزولانس يختلف معي 1.5.2.2.3 عندما تكون عند الرزولانس عند الرزولانس فالذي يأتي على المنحن يأخذ أضعافه فبالتالي إذا نلاحظ أن هذه القيمة هي جذر الاثنين إذا نلاحظ أن هذه القيمة يصبح أقل يعني الذي يأتي على المنحن ليس نفس المنحن سيكون أقل لذلك نصمم على قيمة أعلى من جذر الاثنين أعلى من جذر الاثنين وهي أول سبب ثاني شيء نظر عليها أن تكون قليلة أقل ما يمكن يكون هذا المنحن يصبح يقول إلى الصفر لذلك نحن أفضل خيار في base isolation يجب أن تركز لكي نعمل تصميم في حالة base isolation أن نعزل القواعد عن المبنى هي أن نأخذ R نأخذ system نحن نأخذ Omega bar نجيبها من تاريخ الزلازل وهو harmonic loading harmonic function من تاريخ الزلازل والوميجا نحن نتحكم فيها حيث نرى كلهم يجب أن نتعامل يعني أنه نأخذ R يكون لنا أكبر من الجذر الأثنين ونضغط زيتا أقل ما يمكن ونضغط شريح موضوع support motion ولكن ننتجنا نخلص الدرس ولا نحن نحلع مثلا نحن نأخذ نكمل نحن نحن نتحدث عنه ما هذا لا يمكن ولكن نحن نتحدث عن relative motion بالطبع relative motion لكن لكن الفكرة تكون لديه انه انا في عندي الوصف الان بين اي شخصين مع بعض فهذا يجعلنا بالنسبة للقانون التي أخذناه قبل وصلنا على انه ماذا كان لديه القانون كان لدينا M في Y دابل دوت زاد C دوت Y دوت زاد K في Y قلنا بساوي K في Y سبورت زاد U في Y دوت سبورت تمام نحن نحن نخلق كله بدلالة U قلنا يو او او احنا نحكي انه U عباره عن ايش Y ناقص Y سبورت في التالي U دوت تساوي Y دوت ناقص Y دوت سبورت U دابل دوت تساوي Y دابل دوت ناقص Y دابل دوت سبورت فبالتالي في التالي اذا بدي ارجعهم زي ما كانوا ال Y دابل دوت شو بتكون U double dot زائد U double dot support فبالتالي بتصير المعادلة M في U double dot زائد M في Y double dot support زائد C في U dot زائد K في U يساوي 0 هيك بتصير المعادلة فهلما نقولها الجهة الثانية بتصير سالب M U أي M Y double dot support هذه الفورس بنسميها F effective يعني أن ارى من الترجعات هذوها بالأصل دخلتم بالقوز ف M في Y double dot support اسمها F effective هيك اسمها هيكسموها العلماء هي فهذا الشيء اللي مكتوب هون F effective هي سالب M U double dot support هي M U لأنه هنا يسمى ريالاتي فهنا هنا كما كنت عامل كما قلت عنه بالتفصيل وبالتالي بعد ما أحل المعادلة لنبدأ أشتغل فأنتم بوصل لديه اللي هو الـ U هو U في R تربيع في الجذر على الجذر الواحد كل تربيع زي 2 R زيتا تربيع هذا الأخير لوصنا ممكن أن أكون له قانون ثاني كيف يمكن أن أفصل R تربيع وميجا بار تربيع وكيف تربيع هذا القانون لأن الـ U عرفنا ماذا هي لـ Amplitude ستكون هذه في الـ Amplitude هذا الأمر يختلف عن هذا الدرس كان هذا القانون أو هذا أخر يمكن أن أفصل لديه جذر الـ 1 أما في حالة الـ Relative Motion يكون هذا القانون فبالتالي إذا أردت 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 الآن سوف نتحدث عن نفس الفكرة نفس القانون وكيف تربيع الـ Amplitude أو الـ Dynamic Response سيكون الـ Static Response في الـ Dynamic Communication Factor حيث هذا Theta هي 10-2 Zeta-R فلو بنا نكمل بعد الأشتقاخات الطويلة طبعا Theta-Beta و Beta هي 2 Zeta-R و 2 فنوصل لأخر شيء أنه Fn ثم و هذا القانون مر علينا و هذا القانون مر علينا و هذا القانون مر علينا فبالتالي Transpensibility شو بتكون اتو على Fnode بسيما حكينا هي Amplitude للفورس على Amplitude للفونديشن وطلعت معيها فعلينا كل شيء اخذنا قبل يعني فورس للترانسبيت للفونديشن هي نفس القانون بس مضرب في Fnode ونحن نعرف ان Transpensibility هي اي اشياء على Fnode بس تمام هكذا احنا شرحنا طبعا هم شابتر الثلاث انتهى بس بس بنا نأخذ امثلة سوف ننقى امثلة مع بعض في الفيديو الجاي سوف نحن نقى امثلة اللي ناخذها قريبة من افكار يعني هون في امثلة شوية صعبة بس يعني عادي مفهومة بس ان هون نحن نأخذ الامثلة اللي اخذنا زيها اللي هون من سكشن سبعة ونمشي هون الامثلة هذول ممكن نخذهم كلهم وممكن نخذهم وعطيكم العافية اشتركوا في القناة